بنور إطلالته التي بزغ فيها فجر أنار الظلمات واستبشرت بمقدمه الأفلاك يحتفل كل عام بمولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نبينا الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ارتأت دائرة التعليم الديني ودراسات الإسلامية أن تقيم هذا الحفش احتفاءا بهذه الذكرى العطرة تخللت هذه الفعاليات التي تعبر جميعها عن سعادتها الغامرة بهذا المولد الكريم نحتفل اليوم في ديوان الوقف السني وعلى المدارس الإسلامية وثانوية التربية الإسلامية بمناسبة مولد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحبيبنا وقدوتنا وسيد الأنبياء وخاتم الأنبياء والصالحين دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية بديوان الوقف السني أقامت لمناسبة المولد النبوي الشريف احتفالية برجل حول الأرض من بضعة قرى وشعاب إلى دولة وأمة دائرة التعليم الديني في ديوان الوقف السني تعلن حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا لكي يقول العالم أننا جميعا على نهج رسول الله وعلى سنة رسول الله إن شاء الله هاي تمثل المدارس الإسلامية والمواهب الموجودة بالمدارس الإسلامية وإن شاء الله كل مدرسة مثلت مواهبها كل مدرسة جاءت مواهب تختلف عن الثانية حفل تخللته كلمات وقصائد وأناشيد وتوزيع هدايا للمشاركين في أجواء ملأتها البهجة بولادة شفيع الأمة والسراج المنير لا زال فيض ولادته منهلا تغترف منه البشرية للآن أروع صور المحبة والإنسانية والتسامح وتجدد الاحتفال به على هكذا مستويات هو لإرواء عطش الحاجة الدائمة لشخصية كالمصطفى محمد مشهد الأسدي العراقية الإخبارية بغداد